الدرس الأول النبات يصنع غذاءه سنتعلم في هذا الدرس بأن النباتات تصنع غذاءها بنفسها وأن أوراق النباتات تصنع الغذاء للنباتات بعملية تسمى البناء الضوئي عملية البناء الضوئي تحتاج إلى الماء الهواء وضوء الشمس سوف نستكشف في هذه التجربة ما أهمية ضوء الشمس للنباتات أحذر نبتتين وأسق على أصيص إحداهما شريطا لاسقا واكتب عليه النبتة الأولى أو رقم واحد وأسق على أصيص النبتة الأخرى شريطا لاسقا وأكتب عليه النبتة الثانية أو رقم واحد نستخدم شريط القياس لقياس طول كل من النبتتين وندون نتائجنا أسق النبتتين بماء ثم أضع النبتة رقم واحد في مكان تصله أشعة الشمس والنبتة رقم اثنين في مكان مظلم ألاحظ أفحص النبتتين بعد ثلاث أيام وأدوم ملاحظاتي بعدها سوف أستخدم شريط القياس لقياس طول كل من النبتتين وأسجل نتائجي بعدها أقارن بين النبتتين أي النبتة رقم واحد والنبتة رقم اثنين ما الذي جعل النبتة رقم واحد تلمو والنبتة رقم اثنان تذبل أقارن بين ما توصلت إليه من نتائج وما توصل إليه زملائي في الصف سوف نلاحظ من هذه التجربة بأن النبتة التي وضعناها في أشعة الشمس قد نمت وازداد طولها في حين أن النبتة التي وضعت في الظلام قد ذبلت من هذا نستنتج بأن النبات يحتاج إلى ضوء الشمس كي يعيش ما أجزاء النبات التي تساعده على صنع غذائه لعلك زرت يوما حديقة عامة وشاهدت فيها النباتات ولاحظت أن النباتات مختلفة في أشكالها وأحجامها فمنها الأشجار الكبيرة ومنها الشجيرات والحشائش الصغيرة إذ تأملت بعض النباتات ستلاحظ أن معظم النباتات لها الأجزاء الرئيسية نفسها وهي الجذور الساق الأوراق هذه الأجزاء تساعد النبات في الحصول على ما يحتاج إليه حتى ينمو ويعيش نلاحظ في هذه الصورة أجزاء النبات هنا جذ ساق أوراق وزهرة ماذا يحتاج النبات لصنع غذائه؟ يحتاج النبات إلى ضوء الشمس والهواء والماء كما يحتاج أيضا إلى مواد مغذية كالأملاح الموجودة في الدربة وعندما يحصل النبات على ما يحتاج إليه بواسطة بعض أجزاءه فإنه يصبح قادرا على صنع غذائه بنفسه تمتص جذور الماء والمواد المغذية كالأملاح من التربة وتثبت النبات في الأرض يقوم ساق النبات بنقل الماء والمواد المغذية كالأملاح إلى أجزاء النباتات كافة وتستعمل الأوراق ضوء الشمس والهواء والماء لتنتج الغذاء للنبات إذن من هذا نستنتج بأن فوائد الجذر للنبات بأنه يقوم بامتصاص الماء والمواد المغذية كالأملاح من التربة ويثبت النبات في الأرض أما الساق فينقل الماء والمواد المغذية كالأملاح إلى أجزاء النباتات الأخرى أما الأوراق فتستخدم ضوء الشمس والهواء والماء حتى تنتج الغذاء للنباتات الآن سوف نتعرف كيف تصنع أوراق النباتات الغذاء النباتات هي الكائنات الحية الوحيدة التي تصنع غذاءها بنفسها وهي تصنع غذاءها داخل الأوراق تسمى عملية صنع غذاء النباتات داخل الأوراق بعملية البناء الضوئي تحتاج النباتات خلال عملية البناء الضوئي إلى الضوء والماء والأملاح التي تمتصها الجذور من التربة والتي تصل إلى الأوراق عن طريق الساق وغذاء ثناء أوكسيد الكاربون الموجود في الهواء الذي يدخل إلى الورقة من فتحات صغيرة على سطح الورقة تسمى الثغور إذن نتعرف الآن بأن النبات يصنع غذاءه بنفسه ويستخدم لصنع غذاءه كل من الضوء والماء والأملاح اللي يمتصها الجذر من التربة وتصل إلى الأوراق عن طريق الساق الساق يوصل هذه الأملاح والماء إلى الأوراق وتستخدم غذاء ثناء أوكسيد الكاربون الموجود في الهواء ويدخل هذا الغذ إلى داخل الورقة عن طريق فتحات صغيرة فتحات صغيرة تسمى الثغور فتحات صغيرة تسمى الثغور